السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية ثالث احنا رح نبلش اليوم بإذن الله بجدول الأربعة قبل نبلش بجدول الأربعة خلينا نتذكر مع بعض جداول نتذكر معنا الضرب الضرب هو عبارة عن عملية جمع متكرر وحكينا كيف انه جمع متكرر يعني خمسة ضرب ثلاثة اني بدي اكرره ثلاثة خمس مرات حكينا العدد الأول دائما بيكون عدد المجموعات والعدد الثاني بيكون العدد اللي بدي اكرره كم مرة بدي اكرره بناء على العدد الأولاني حكينا ايضا يطالت عن جدول الضرب واحد تنين طلعته اليوم رح ناخد مثال على جدول الأربعة وناخد جدول الأربعة طيب اجب عما يلي اول اشي انا عندي كمن مجموعة واحد تنين تلاتة اربعة اذا عندي انا اربع مجموعة كل مجموعة فيها كرتين اذا كل مجموعة فيها كرتين حكينا لو بدنا نجي نعد كمن عدد الكرات الموجودة في كل مجموعة 2 زائد 2 4 6 8 اثنين، أربعة، ستة، ثمانية إذن عدد الكرات كلهم ثمانية لو بدي أكتبها لفظيا، أيش إحنا حكينا؟ أول إشي بنحكتب المجموعة إذن أربعة، أيش كم من واحد في كل فيها؟ إذن في كل مجموعة فيها اثنين أربعة واثنانات أربعة، اثنانات إذن أكمن بدي أكتب؟ إذن أربعة، اثنانات إذن بدي أكتب هون أربعة إذن رح نكتب أربع إثنانات إذن أربعة إثنانات إذن رح نكتب أربع إثنانات طيب بعد ما كتبت أربع إثنانات طيب بدي أعملها بالجمع المتكرر كيف بدي أعملها بالجمع المتكرر لاحظوا علي أنا بطلع يا تعالى على المجموعة كل مجموعة كم فيها إذن بجمع 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 1 2 3 4 أكمل مجموعة بدي أجمع إذن بأربع مرات لأنه حكت أربع اثنينات يعني أربع بدي أكرر 2 أربع مرات إذن تساوي 8 جملة الضرب هي منحكي عنها لأكمل أول إشي من عده المجموعات 1 2 3 4 4 ضرب 2 يساوي 8 إذن رح أرجع أعيد كمان مرة إذن أول خطوة رح أعملها يا طالت إني أعد عدد المجموعات أول خطوة بعملها عدد المجموعات إذن عدد المجموعات هي أربع أربع درب كل مجموعة كم فيها 2 إذن أربع درب 2 لو بدي أكتبها اللفظية يعني بدي أحكي أربعات إثنينات ليش بناءًا عن المجموعات أربعات إثنينات إذن أربعات وإثنينات بدي أعملها بالجمع المتكرر كل مجموعة كم فيها 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 بيعطيني 8 نكتب المجموعات 4 كل مجموعة فيها 4 كرات كل مجموعة فيها 4 كرات كل مجموعة فيها 4 كرات فنقرر 2 كرات نكتب المجموعة 3 كرات لأننا نقوم بمجموعات 4 كرات نكتب المجموعات بعد العناصر ثانيا 2 كرات كل مجموعة 2 كرات كل مجموعة 3 كرات إذن جملة اللفظية هون بفرق هو الجواب ما بيختلف حكينا الضرب هي عملية تبديلية ما بتختلف الإجابة بس أنا بيختلف معاي طريقة أنه أنا أفهم مين هو الجدول اللي بدي أكرره إحنا هون بنكرر جدول 2 إحنا هون بنكرر جدول 4 4 مرتين بدي أكررها إذن هون بيكون بجدول 4 هون بيكون بجدول 2 مع إنه الإجابة لو حكي 2 ضرب 4 4 ضرب 2 رح تعطيني 8 بس أنا بتفرق معاي بأي جدول انا بجدول الأربعة انا بجدول المجموعة تنان اذا اكتب zostan 3 اول اشو بالمجموعات كم مجموعة عندي 4 ضرب 1 انا بكتب جبنة لفظية دعينanya اكتب اكمل اكمل مرة كررة كم مرة كررت 4 ا deserving ا echt 4 1 ضرب 4 يساوي 4 كم مرة يام شار Jan اربعة مرة واحدة اذا منحكي اربعة واحدة اثنين درب اربعة تساوي تمانية كم المرة رح اكرر الاربعة مرتين اذا اربعتان ثلاثة درب اربعة تساوي اثناش كم المرة رح اكرر جدول اربعة ثلاثة واربعات اربعة درب اربعة يساوي ستاش اربعة واربعات خمسة درب اربعة يساوي عشرين خمسة واربعات ستة درب اربعة يساوي اربعة واشرين اذا مندي اكرر ستة واربعات سبعة درب اربعة يساوي تمانية وعشرين سبعة واربعات تمانية درب أربعة يساوي اثنين وثلاثين ثمانية أربعات تسعة درب أربعة يساوي ستة وثلاثين تسعة أربعات عشرة درب أربعة يساوي عشرة أربعات تمام يا طالد رح نكتب نفس اللي كتبناه بجدول الثلاثة رح نرجع نكتب بجدول الأربعة ونعمل جملة المتكرر جمع المتكرر وهيك بنكون أنهينا جدول الأربعة بإذن الله رح نكمل بكرة جدول الخمسة ورح ننهي الجداول والراجحهم وإن شاء الله رح نبلش الأسبوع الجاي بجدول الستة أهم إشي إنك تكون إنك عارف حقائق الضرب إنه الضرب هو عبارة عن عملية الجميع متكرر إني أنا دائما ببلش بالمجموعات بعدين بالعناصر المتكرر وبعدين دائما هون بكرر على حسب العدد الأول كم من عدد المرات إذن بكرر الثنين أربع مرات هون بكرر الأربعة مرتين وهيك بنكون أنا هنا ويعطيكم العافية يا تعالى